أعزائي المتابعين أهلا بكم في الحلقة السادسة من برنامج مثل شعبي إنما في الجون مثل النهاردة بيقول اللي ياخد البيضة ياخد الفرخة المثل ده مشهور جدا وبيتقال في مواقف السرقة وكمان بيتقال في مواقف حدوش شيء غلط وبيتقال عشان يبين إن الإنسان اللي إيده تتمدل سرقة بيضة ممكن تتمدل سرقة الفرخة كلها أو إن اللي يعمل حاجة وهو شايف إنها هينة دلوقتي هيعمل الحاجة الكبيرة وهيشوف إنها هينة أو سهلة وأنا بيتهيق لي إن سبب المثل ده إن واحدة كانت مربية فراخ في قصة حبيتهم وواحد من ناس تسلل للعشة وسرق منها بيضة راحت الستة على طول تشتكي الجزة قال لها ما تخفيش محدش هيقدر ولا يستجري يسرق الفراخ راحت من وقع قبرتها قالت اللي ياخد البيضة ياخد الفرخة وأنا شايف إن معها حق السلام عليكم